طيب سلام عليكم بداية كورس جديد وبلاي لست جديدة في القناة وهي من افضل الكورسات الكونتنت يعني اللي شفتها وان شاء الله تكون مفيدة لي وليكم باسم. طيب احنا في بسيطة جدا 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 هتكلم فيها سريعا عن الكورس كونتنت او هنبص عليه وهنتكلم عن فرق ما بين اتنين يعني راسيين جدا في العموما بقى في يعني وكمان في المادة هنا ومفروض ان احنا هنتكلم عنهم سرول الكورس كله ولكن هناخد عنهم النهاردة اللي هما المايكرو سيرفيس و طيب الكورس كونتنت زي ما اتكلمت انه هو من افضل الكونتنت اللي قابلتها يعني احنا هنتكلم عن والاجيل والسكرام والديفوبس كمان لمايكرو سيرفيس زي ما هنعرف عنها النهاردة وكمان كزا مفيدة لمايكرو سيرفيس ليه بقول ان الكورس ده مفيد جدا ومهم حتى يعني لو انت مش مسجل الكورس ككلية ولكنه مفيد لابعد الحدود في الشغل شغلك في الشركات حتى لو انت يعني ان انت بس او هو مفيد وكمان هيكون مفيد جدا جدا بالنسبة لك ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتترقى اكتر وتكون team leader او تكون project manager او تكون حتى scrum manager او sorry scrum master. الكورس ده مفيد جدا جدا ليك ان انت حتى تبقى فاهم cycle كلها ماشية زي والدنيا ماشية زي جواه الشركة وتقدر انت تفرض شخصيتك وتفرض سلوبك بين التيم اللي انت شغال معاه بمعرفتك للحاجات البسيطة ليه. فان شاء الله يكون كورس كويس. زي ما قلت مفيد ليه وليه كورس. طيب خلينا نبدأ على طول بالفرق ما بين المونوليثيك والمايكرو سيريس. خلينا نقول نبدأ بالمونوليثيك. المونوليثيك دي هي حتى لو انت تترجمها بالعربي معناها بالعربي صخرة كبيرة او حاجة مصمطة كبيرة كده ضخمة هي دي المونوليثيك. ولو جينا بقى حولنا الموضوع ده عندنا في السوفتوير فهو ان انت بتديفولوب اي ابليكيشن سابق موبايل ابليكيشن ووبسايت ايا كان ايه الاب او ايه السوفتوير اللي انت شغال عليه. ازا سنجل يونيت. كله او فيه فايل واحد طبعا مش فايل واحد يعني ولكن كلهم كل الكمبوننس وكل الاب بتاعك موجود في سنجل يونيت. شيء واحد لامم نفسه كده وهو ده الاب. شيء واحد بمعنى ايه? ان هو ليه الاتابيز بتاعته. الاب كله ليه الاتابيز واحدة او يعني الاتابيز شيرد بين كل الكمبوننس. كل الاب مكتوب بنفس اللغة. انت مثلا افترض ان انت شغال فالاب كله مكتوب برياكت. مثلا يعني. مكتوب بالجوفا سكريبت. حاجات كده. الاب كله بقى باليو اي بتاعه. بالابي ايز اه كول بكل الكلام هو موجود جوه اه سنجل يونيت وبنعمله ديبلوي از اوان فايل. يعني انت كمان لما تيجي تعمل ديبلوي ديبلوي ده ان انت اه زي الافتتاح كده بتاع المحل يعني او تحديث كل فترة بتبدأ تعمل ديبلوي من من فوروم اللوكال اللي انت موجود فيه على اللاب بتاعك او في جوة الشركة. للناس بقى كلها العالم كله يشوف الاب بتاعك. الديبلوي ده في المونوليسك بيتم كله على بقر. يعني الاب كله بتعمله ديبلوي مرة احدة. لو انت اه او حتى لو انت بس عملت قضيت لفيتشل بسيطة. يعني خلينا تخيل معاكم او انت برضو تخيل معايا ان انت عندك ويب سايت كبير جدا في اي كوميرس ويب سايت. في مية حاجة. وفيه بس زرار. زرار واحد. اللي هو مسؤول عن اي يعملوش اي لازمة في الدنيا. عايز تغير لونه بس. فغيرت اللون وجيت تعمل ديبلوي. هتعمل ديبلوي للسيستم كله. اللي هيتاخد هو هو اكنك عدلت السيستم كله كديبلوي. ان السيستم بتاعك كله من اوله لحد اخره بتعمله ديبلوي كله علشان بس حاجة واحدة اشتغلت فيها. وكذلك لو انت في بج في نفس الزرار. افترض ان انت عندك بج في حاجة بسيطة جدا. الحاجة البسيطة دي هتأثر على السيستم ككل ان هو كله هيقع. مش مثلا الزرار بس يبقى بايز. لا هو الزرار ده مثلا لو فيه سينتكس ايرور واكيد كلنا قابلنا حاجة زي كده يعني ايرور كده. ان في ايرور بسيط سيني كولم مش عارف في حتة معينة. الاب كله واحد. كويس. بالمناسبة المنوليثيك هو مفروض يعني انه هو اولد سكول يعني في في الكودينج او في الاركيتشير يعني مفروض ان هي حاجة قديمة ولكن كلنا بنستخدمه كبداية. يعني كلنا تقريبا يعني. وايفين حتى فيه شركات ممكن تكون لسة صغيرة او كذا. او هو الموضوع مناسب معها ده ولكن انا بقول ان اغلبيتنا كطالبة بنبدأ بداء. يعني كلنا بنكتب الكود في ايه? في ابو واحد. طيب. الكلام ده ليه مميزات اكيد مش كله عيوب فالميزة او المميزات اللي موجودة ان هو زي ما قلت كله بيحصل في فايل واحد فسهل جدا ان انت كله مرة واحدة بقول سهل مش بقول اسرع يعني مش بقول ان هو جدا او هو سريع جدا ان انت تعمل او بقول ان هو بسيط لا انا بقول ان هو سهل فكرة انت تعمل اصلا لان انت في الاخر بترفع الويبسايت بتاعك كله على الهوست مثلا مرة واحدة وخلاص طيب سهل في حتة والتستنج وهنعرف ده ليه سهل لان زي ما قلت انا بكتب الكود او سوري بكتب الويبسايت بتاعي او السيستم بتاعي كله بنفس اللغة فسهل جدا ان انت تجيب شباب كتير يكونوا بيكتبوا بنفس اللغة موجودين معاك في نفس الشركة فالموضوع سهل ان انت هتدفولوب معاهم مش كل واحد بيكتب بلغة مختلفة او كل واحد بيكتب بلغة مختلفة جوا السيستم بتاعك لا احنا كلنا نفس اللغة ونفس الاركتيتشر ونفس الديساين باترنز نفس كل حاجة بنستخدمها جوا السيستم كذلك في التستنج الراجل اللي هيجي يتست هيتست على السيستم كله بنفس التكنيك لان احنا عارفين ان التستنج ممكن يتغير برضو على حسب يعني التستنج تكنيك ممكن يتغير على حسب الطريقة اللي احنا كاتبين بيها البروجيكت او كذا فممكن نلاقي ان انت اكيد يعني مسلا تيجي التست موبايل غيرا ان انت تست ويبسايت لما تيجي التست ويبسايت مكتوب بلغة معينة غيرا ما تستها بلغة تانية كل اللغة وليها حدود بتروح لها يعني فالتستنج لما يكون كله واحد او كلنا بنكتب بنفس اللغة ونفس الطريقة ونفس الداتابيز ونفس كل حاجة يبقى التستنج اكيد هيكون اسهل في حاجة زي كذا اخيرا البرفورمانس سهل ان احنا مش بقول ان هو يكون احسن حاجة يعني البرفورمانس مش بنحسنه او هو مش قريدي جامد جدا لان البرفورمانس اكيد هيكون قليل في حاجة زي كده ولكن سهل ان انت تمسكه يعني انت عارف هو ابعاده ايه حتى لو هو وحش فانت عارف هو وحش ليه مفروض انت تحاول تحسنه طيب ليه البرفورمانس واضح؟ لان احنا كلنا او كل الاب مفروض نوع بيران انزل سيم بروسس يعني كلنا في الاخر برضو زي ما قلت بنرجع لنفس النقطة ان السيستم كله مكتوب بنفس الطريقة مكتوب بنفس اللغة مكتوب بنفس التكنيك فانت سهل ان انت تشبشايف البروسس وقدر ان انت تنهانس في البرفورمانس يعني تعال اتخيل معاك ان مثلا مثلا ري اكت مثلا جي اس ليها طرق معينة عشان تحسن بيها البرفورمانس بتاع الاب بتاعك هي ري اكت ليها مثلا دوكومنتيشن بتقولك البرفورمانس عشان يتحسن بري اكت هتعمل واحد اتنين تلاتة فبما انك كاتب الاب كله بري اكت فسهل ان انت توقتوميز البرفورمانس ان انت شايف الموضوع عامل زي غير لما نجي نروح بقى في الجزء التاني من الليكشن لو انت كاتب بقى اكتر من لغة فالموضوع يكون متخبط معاك شوية طيب العيوب اللي موجودة في المانوليسيك اول حاجة الديفولوبمنت سبيت اقل اقل في الصرعة الاب كله في نفس السيستم فالموضوع بيكون بطيء ان انت تانهانس حاجة معينة او ان انت تبدع اسمها تديفولوب فيتشر جديد كل الموضوع ده بياخد منك وقت حتى مثلا في اخر بوينت هنروح لها لو انت حتى في شخص جديد داخل معاك التيم ديفولوبر جديد داخل معاك التيم هيكون صعبة عليه قوي وهياخد وقت كبير جدا على ما يستوعب ايه اللي معمول في السيستم وهنتكلم عنها بالتفصيل لما نروح لها يعني ولكن دي حاجة بتقلل اكيد من الديفولوبمنت سبيت او ان انت تطلع البروشدك البروشدك بشكل سريع او البروشدك بشكل سريع طيب تاني حاجة برضو سيئة في المونوليسك هي الاسكالابلتي اسكالابلتي زي ما خدت معرفنا يعني هي ومعناها التوسع ان انت تتوسع في السيستم بتاعك وتبدأ تطلع فيتشرز جديدة وما الى ذلك وده اللي برضو موجود ولسه قيله من شوية في اول بوينت انه هو صعب لان كل السيستم مكتوب في مكان واحد وصعب ان انت تسكيل فيه او تطلع فيه لان انت علشان تحدث فيتشر واحدة او فونكشن واحدة من الفونكشنز المكتوبة كلها لازم عينك تكون على باقي الفيتشرز برضو يعني اي تعديل بسيط في السيستم بتاعك تخلي ان انت باني بيت بمسلا زي ما كنا بنشوف في الافلام باني بيت مثلا بالكوتشينا او بالدومنا او كذا فعشان تحط ضمنة جديدة او تشيل واحدة الموضوع لازم تكون انت شايف بعينك الستركشر كله لحسن يبوز او حاجة فنفس الفكرة ان انت عشان تطور من اداء السيستم او تعلي منه هكون محتاج ان انت تبص على باقيات الفيتشرز اللي موجودة ولازم تعليها كمان او مش عارف تطور منها او تعمل كذا وكذا وكذا عشان في الاخر تقابل الريكوارمنس اللي تخلي السيستم بتاعك ممكن يكون طبعا ده بياخد وقت وبياخد مجهود وفي الغالب ممكن تلغي اصلا ان انت الاسكلابوليتي بتاعتك تاعي طيب تالت حاجة الريابوليتي ودي برضو كانت نون فونكشن الريكوارمنس وهي معاناها اعتمادية يعني مدى اعتمادية اليوزر على السيستم او يكون ان هو عنده ثقة فيه ودي بتيجي من الارورز يعني السيستم كله ميبقاش فيه ارورز كتير كلما يكون ريابول اكتر فالريابوليتي برضو في المونوليسك قليلة او ضعيفة ليه لان زي ما قلت فكرة ان one error in one function يعني error بسيط في function واحدة بتخليك تقضيك الاب كله سواء ان انت صلحت الارور ده فتحتاج ان انت تتعمل يعني الفيكس اللي انت عملته في الفونكشن دي لازم تخليها تسمع في الاب كله فده ده لو انت عملت فيكس للفونكشن وكذلك العكس لو فيه error اصلا في فونكشن معينة او في فتشر معينة او في بطن معين او صفحة معينة من صفح الاب كله هتضطر ان الاب كله هيقع ولازم تصلحه كله واخر حاجة فكرة نوع very difficult to understand زي ما انا بقول انت لو انت عندك سيستم عمل تبني في ايه تبني 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 كله في مكان واحد فاللي هيجي الواحد جديد شاب جديد جاي يشتغل معاك في التيم هو عشان يشتغل في فتشر بسيطة يعني ادخال مثلا مثلا انت عندك ايه كومرس اب مكتوب فيه عشرين صفحة كويس والشاب الجديد اللي جاي ده مفروض مهمته ان هو يصلح صفحة واحدة بس من العشرين دول او يعمل صفحة جديدة او كذا عشان يبدأ اصلا يشتغل في التسكلات وعتبر بسيطة جدا يميزلا نعمل لاندش بيتجيا مسلا ومحتاج ان هو يكن فاهم اللوجيك كله لازم يكون فاهم الفايل بتاع الس calculations اللي اتشغال في لازم يكون فاهم الـ اللي انت عاملها مسلا سوافر اكتا او انجولر او اي ان كان الس elites cicl Fors Terry شاغل به لازم يكون فاهم اه احنا شاغالين مسلا بألوان عاملت زي وبالت عاملت زي وحاجات وما الى زي كل ده لازم يكون فاهمه عشان بس يبدأ في حاجة بسيطة يعني صفحة واحدة بسيطة جدا بالنسبة للأب كله لازم يكون فاهمها وبياخد فيها وقت لازم يكون فاهم الأب كله وياخد وقت في ده على ما يفهم ويبدأ عشان ما يبوصش حاجة لاني زي ما قلنا التعديل البسيط في اي فونكشن ممكن تووز السيستم كله كل ده في المونوليسك طيب حاجة زي كرة ممكن تكون مناسبة ليه او مثلا على أب بيستخدم المونوليسك التو دو لست ما حاجة بسيطة جدا مثلا ما فيهاش اي مشكلة ان اليوزر يكريات او او يديليت اه التاسك كل ده في سنجل انترفيس يعني الموضوع بسيط وبداتابيز واحدة بحاجة زي كده ممكن تتعامل في او تتعامل بالمونوليسك اركيتشور طيب وده لشكله زي ما قلت كل الفيتشورز موجودة في مكان واحد في اب واحد او يعني سنجل داتابيز مسلا كلنا بنشير الداتابيز دي وموجودين جوا كلنا بروشكتوري واحد في الاخر بنعمله دي بلوي هو ده المونوليسك طيب الموضوع الجديد او يعني ما نقدرش ان نقل عليه جديد اوي برضو يعني انه موضوع قديم ولكن اللي المفروض اغلب الشركات دلوقتي بتمشي فيه وهو فكرة انت القاب اللي عندك ما بقاش قاب كرة متكامل على بعضه لا ده بقى قاب يعتبر مكون من اكتر من قاب قاب واحد مكون من اكتر من قاب كلهم مربطين مع بعض مشروع هو المشروع نفسه عبارة عن عدة مشاريع متربطة مع بعض فعملنا المشروع طيب كل مشروع من دول او كل قاب من دول بنسميه سيرفز فعندنا كل سيرفز من دول معتمدة على نفسها مش معتمدة على اي سيرفز تانية وبنبدأ ان احنا نربط السيرفز دي ببعض علشان في الاخر نطلع قاب جديد متربط طبعا نربط الكلام ده ببعضه بال ابي ايز غالبا يعني وفي الاخر نطلع بقاب جديد مثال على ده لو انت مثلا تشغال على اي كوميرس اب فعندك دي كرة مفروض اب خلاص ده كرة معمول مثلا مثلا باتشتي مالو سي اس اس وخلاص فتشر تانية زي مثلا ان انت تعمل ان انت تدفع يعني فلوس دي مسلا نعملها مثلا بفوتافون كاش او البنك الاهلي ده دانية تانية ده اب تاني خالص وجايبه عندك عامل بس ما بينك وما بينه حاجة تانية مثلا الكارت مثلا او الكارت اللي انت مفروض بتحط فيها المنتجات دي واخدها من اب تاني وحطتها عندك مربطها بس بالابي اي مثلا يعني فهنلاقي ان احنا بقى عندنا اكتر من سيرفز كل سيرفز مستقلة بذاتها تماما ليها الاتابس بتاعتها ليها الفانكشنز بتاعتها ليها اللغة بتاعتها وده مهم جدا جدا يعني كل سيرفز من دونه كنت تكتب بلغة تانية خالص لغة غير تانية واحدة مكتوبة بجافا وتانية مكتوبة بسي مع بعض. طيب. ده لي اكيد مميزات كتير جدا اهمهم الاجيلتي او ان انت الموضوع يكون لابعد الحدود. طبعا اجيلتي هنا انت بتاخد يعني دي خلاص بقت صفة. يعني صفة الاجيل زي ما احنا تعلمنا وعرفنا وهنعرف كمان في البروجيكت ده ان الاجيل بتدي لك مميزات كتير من ضمنها السرعة. ان الديفولوب يكون سريع. ان الدنيا يكون بسيطة. ان انت تتعامل دايما مع مش عارفة ان يكون فيه عالية. فكل ده بيكون موجود في المايكرو سيرفيس او في المايكرو سيرفيس اه سوري اه تاني حاجة ان انت تقدر تتطور بقى وتتوسع في الاب بتاعك بشكل سهل جدا. ليه بقى بشكل سهل? لان تطور اي جزء من الاب مش بيعتمد على اي جزء تاني او على بقية الاجزاء. بمعنى ايه? ان انا مسلا انا دلوقتي اهو عندي ووب سايت او عندي وعمل مع اه مايكرو سيرفيس اللي هي بتاعت فودافون كاش او بتاعت البنك الاهلي او كذا. خلص. انا دلوقتي البنك الاهلي ده تطور. بقى جامد جدا. خلص هاخد الاب ضد ده وحطه عندي. شكرا على كده. طيب اه فودافون كاش حصل لها دروب ووقعت. ووقعت كلها. خلص السيرفيس بتاعي شغل زي ما هو. ملوش علاقة فودافون كاش. الفيتشر بس اللي هي بتاعي فودافون كاش هي اللي وقعت. ان اليوزر لما يجي يدفع فودافون كاش هيلاقي الموضوع واقع. فكده دي بس اللي وقعت. فبرضه ما اثرتش على السيستم كله لما بقى فيه بجة او بقى فيه ارور في جزء معين من السيستم اللي هو مايكرو سيرفيس. انا دايما بقى اعمل بشكل سهل جدا. لان زي ما قلت كل مش عايز اقول برضو كل مايكرو سيرفيس بيبدأ انه هو يتطور لوحده ويتعمله دي بلويمينت لوحده. ودخل بالك ميزة وعيب. يعني ده بيبقى هنشوفه في الصفحة اللي جاية. هو عيب في نفس الوقت اللي انت كده الديبلويمينت مش هيبقى بقى فايل واحد زي ما كان في المانوليسك. لأ ده انت كده بتعب دي بلويمينت لكل الفيتشرز اللي عندك او كل المايكرو سيرفيس اللي عندك. علشان الموضوع يكون في الاخر آآ 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 لليوزر. فكرة ان انت تقدر تكتب باي لغة. الموضوع ده على الفكرة حلوة جدا ومفيد جدا يعني انت ممكن يكون بتعمل معين او بتعمل معين وعندك فكرة ليها صعبة انها تتحقق باللغة اللي انت شغال به. بالستاك اللي انت شغال به. فبتقول يا لو ينفع طبق اكتب. يعني اكتب دي بلغة تانية واعمل لها ده ماخد بقى بيحصل بالمايكرو سيرفيس. طيب. انا برضو ليه آآ آآ في حاجة برضو انا محتاجة اقولها ان المايكرو سيرفيس مش هو هو اللي احنا خدناه قبل كده في سوفتور انجيني لينج تو. لما جينا نقول ان انت تبدأ تقسم السيستم بتاعك لكمبوننت صغيرة. لا. المايكرو سيرفيس مش بس كومبوننت صغيرة. هي كمان كل كومبوننت لوحده. كل كومبوننت ليه بتاعه. ليه الشكل بتاعه. ليه الشخصية بتاعته. ليه الداتابيس بتاعته. ليه اللغة بتاعته. هو مستقل تماما عن عن بقية الاب. كا آآ استاك او كا تكنولوجي متأفل عليها. دي المايكرو سيرفيس. لكن لما اجا قلت اقسم الاب بتاعك لكمبوننت. هو ده كويس جدا وبيعلم من الفلكسبيلتي. ولكن هو استيلا انا موجود جوا نفس الاب. هو كل كومبوننت. في الاخر بيشير نفس الداتابيس. بتاعت السيستم. في الاخر كلهم مكتوبين بنفس اللغة. في الاخر كلهم بنفس الUI. في الاخر كلهم نفس الالوان. دي الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لك. ان الاتنين في حاجات مشتركة ما بينهم. ولكن المايكرو سيرفز حاجة. والديفايد ان دي كونكر او ان انت الاب بتاعك يكون كومبونت بيزد. ده موضوع تاني. طيب المايكرو سيرفز ليها عيوب. اول حاجة اللي الكمبليكستي هتعلى جدا جدا. ليه بقى? لانت دلوقتي يبقى عندك كل سيرفز زي ما انا لسه قال من شوية. هي مستقلة بذاتها. ليها شخصيتها ولها دنيتها. ولازم تربطها. او يبقى فيها حاجة مشتركة ما بينها وما بين بقية السيرفز اللي موجودة عشان يتربته ببعض. فده طبعا بيعلي الكمبليكستي. لكن بيعليها كاوفرول اب. يعني الاب كله في الاخر هيكون فيه كومبليكستي عالية. لكن في نفس الوقت لما انت تيجي تبص على سيرفز لوحدها وتبدأ تطور فيها ده هيكون سهل جدا. يعني انت فهمين قصلي? انت ما تجيه مسلا تصلح سيرفز معينة بوزت او فيها بجة او محتاج ان انت تطورها ده بقى سهل جدا. ده في حد ذاته مش كومبليكستي. لكن لما تيجي تبص على الاب كله كاب هتلاقي كومبليكستي لانت حاطت حاجات من الشرق على حاجات من الغرب. يعني مش باين البيت كله بنفس الطوب. هي دي الفكرة. لان انا انا في وجهة نظر مش شايفها عيب كبير يعني. التستنج بقى مور كومبليكس لان التستنج ما بقاش بنفس التكنيك. انت كده عندك كل سيرفز تقريبا بتعملها تست بسلوب مختلف او لها مختلفة عن التانية لها مختلفة عن التاني. فالشخص اللي بيجي يتست بيحتاج نوعية تست كل سيرفز لوحدها او يكون الموضوع بيكون صعب عليه. يعني كمان يعني بيكون صعب شوية ان انت تلاقي تقدر تحدد بالزبط. الارر ده جاي من انهي سيرفز. طيب. ثانية واحدة. ادي المايكرو سيرفز. برضو زي ما انا قلت كل حاجة او كل سيرفز من دول لوحدها. انت لو عندك مثلا اي كوميرس اب. ففيه شوبينك كارت دي سيرفز لوحدها من مكان ما. البيمنت دي لوحدها من مكان ما. المخزن ده برضو مكان لوحده. كل واحدة من دول ليها الداتا بيس بتاعتها والدنيا بتاعتها واللغة بتاعتها وكل حاجة. مسي كده انا. بتاع ده بيس في.